بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين نصل الآن إلى بعض التفاصيل الإضافية لهذه القصة قصة آدم في سورة الأعراف فقد قال سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيمة ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين افتتح الله سبحانه وتعالى هذا المقطع بامتلانه علينا وبيان العاقبة وهي الوزن الأخروي وزن الأعمال فمن ذقلت موازينه فأولئك هم المهلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فهم الذين تسببوا في خسران أنفسهم لظلمهم وبآيات الله وتكذيبهم بها وبعد ذلك امتنى الله علينا بتذكيرنا بأنواع النعم التي أنعم بها علينا فقال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون وهذا نظير ما سبق أن بيناه في سورة البقرة في افتتاح قصة آدم بخلق الأرض وما خلق الله فيها لنا من أنواع الخيرات وذلك أنها مكان التكاليف ومسرح الصراع بين الحق والباطل فلابد من الدعم اللوجستي فجعل الله في الأرض دعما لوجستيا بالنسبة للبشر وهيأ لهم فيها وسائل العيش الكريم ومكن لهم فيها وهذا يفسر الاستخلاف الذي سبق إني جاعلون في الأرض خليفة هو معنى قوله ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم وهذا الخلق هو من تراب ونشأته من هذه الأرض فمنها كانت بداية الخلق ثم صورناكم بعد ذلك بما نمر به من التصوير في الخلقة فإن الله خلق أبانا آدم من تراب ونفخ فيه من روحه ثم بعد ذلك جعل ذريته من الماء الدافق من نطفة وبعد ذلك يمر خلقنا بتصوير كثير في الأرحام وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وذلك يشمل المراحل التي بيّنها الله بسورة المؤمنون حيث قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وكان من المناسب أن يذكر هذا التصوير مع خلق آدم ثم قال ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فاختصر هنا ما يتعلق بالمسابقة وبإخباره للملائكة بما هو في صدده من خرق آدم وجعله خليفة في الأرض فكل ما ذكر هناك في سورة البقرة طوية هنا من ذلك ثم جاء إلى الأمر المشترك وهو أمر الملائكة بالسجود ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا استجابوا لأمر الله وحينئذ لم يكن بيننا وبين الملائكة عداوة لأنهم إنما انطلقوا من واقع المنافسة في الطاعة ولم ينطلقوا من واقع الحسد والكبر كحال إبليس ولذلك قال إلا إبليس فقد كان الخطاب الموجه إلى الملائكة شاملا له لأنه كان يعمل ما يعملون ويعلم ما يعلمون ولكن الله خلقه لحكمة أخفاها عن الملائكة وهي حكمة الشر فإبليس حكمة الله بخلقه الشر والإغواء فقد خلقه الله لإغواء الناس وصدهم عن سبيل الله فقال إلا إبليس لم يكن من الساجدين فامتنع من السجود وهذا التعبير معجز فقد سبق أنه يشمل ثلاثة أمور هي الإباء والاستكبار والكفر فهذه الأمور الثلاثة سبقت في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وهنا أجملت في قوله لم يكن من الساجدين قال خاطب الله إبليس وهنا ما طوية في سورة البقرة من خطاب الله لإبليس وحواره معه جاء تفصيله هنا فهنا جاء التركيز على عنصر الشر وهناك جاء التركيز على عنصر الخير هناك جاء التركيز على خطاب آدم وهنا جاء التركيز على خطاب إبليس ثم بعده سيأتي خطاب آدم فقال الله سبحانه وتعالى ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك أي ما منعك أن تسجد إذا أمرتك ولا هنا صيلة فالحروف التي تقوي الإسناد وتكون مقوية للمعنى لأن المنع نفي في معنى النفي والإباء في معنى النفي فلذلك قال ما منعك ألا فكأن لا تأكيد لمعنى الإباء الذي سبق ألا تسجد معناه ما منعك أن تسجد إذ أمرتك فأصل الكلام ما لك أن لا تسجد إذا أمرتك كما سيأتينا في مواضع أخرى لكن هنا جاءت لأ صيلة وهي التي تسمى في النحو بالزائدة وهذا من الأساليب المعجزة بالزيادة في الألفاظ التي لا تنقض ولا تنقص المعنى وإنما هي إعجاز وتمام في التعبير ألا تسجد إذا أمرتك معنى حين أمرتك فكان اللازم لمن عرف الله وعرف أمره أن يبادر إليه وليس له أن يتراخى عن ذلك ولا أن يتأخر عنه ومن هذا يؤخذ أن الأمر المطلق على الفورية أن الأمر الفور لأنه قال ما لك أن لا تسجد إذا أمرتك ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك هنا كشف إبليس عن وضاعته ودنائته وعدم أدبه مع الله سبحانه وتعالى وعن حسده لآدم قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه هذا التكبر فهو أعلن تكبره على آدم وأنه يدعي أنه خير من آدم بمجرد العنصر ليس بالطاعة ولا بما خلق من أجله ولا بحكمة الله فيه فقال أنا خير منه وخلقتني من نار وكان المفروض إذا كان يقر أن الله هو الذي خلقه ألا يقتضي ذلك منه تكبرا فهو غير مشارك في خلقته وما شاوره الله من أي عنصر يصنعه ولا في أي صورة يخلقه وقد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا خلقتني من نار وخلقته من طين فهو مقر أن ذلك من خلق الله وهو مقر لله تعالى بالعبودية ومقر له بأنه خلقه وخلق آدم أيضا قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها رد الله عليه فأمره أن يهبط من الجنة وقال ما يكون لك أن تتكبر فيها فليست مكانا للمعصية ولم تخلق لذلك فالمعصية إنما مكانها الأرض فلذلك أمر بالهبوط إلى الأرض أن تتكبر فيها وهذا التكبر هو الذي حمله على العصيان وعدم الطاعة فاخرج إنك من الصاغرين فطرده الله من رحمته باللعن وهو قوله فاخرج وكذلك قال له إنك من الصاغرين فكتب عليه الصغارة والمذلة والهوانة فهو في لعنة الله منذ ذلك الوقت إلى أن تدخله تلك لعنة النار يوم القيامة أيقن إبليس ذلك ولم يناقش فيه لعلمه أنه قد حقت عليه الكلمة وأنه لم يستطع لتكبره أن ينحني ويسجد لآدم حتى مع عتابه ومع أمره من الله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يستجيب للأمر ولم يستطع أن يسجد لآدم فلذلك لم يناقش في هذا الأمر ولم يسأله العدول عن القرار ولم يسأله أن يغفر له بل قال أنظرني إلى يوم يبعثون فهو عالم بالبعث بعد الموت وعالم باليوم الآخر وعالم أن هذه الدنيا إنما هي مسرح للصراع فقط فقال أنظرني أي لا تأخذني ولا تعجل لي العقوبة في الدنيا بل اجعل عقوبتي أخروية ولا تهلكني ولا تمتني قبل ذلك أنظرني إلى يوم الذي يبعث فيه الخلائق جميعا حتى الملائكة الكرام يموتون عند النفخ ويبعثون فالإنس والجن والملائكة والحيوانات كلها تموت عند نفخة الصاعق ثم بعد ذلك يبعثون أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين استجاب الله له في هذا فقال إنك من المنظرين فأنظره الله وأخره وقد ذكر في الآيات الأخرى تحديد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم أي أنه منظر لا يموت إلا عند النفخ في الصور فذلك وقت موتته ثم يعد ذلك يبعث إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هنا تأتي مجادلة إبليس بعد أن أيقن أنه لا يعاقب في ذلك الوقت وأنه لا يموت فيه وأنه حي زاده ذلك كبرا واعتداء وتجبرا فلهذا استمر في طغيانه فتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى بعد أن كان كبره على آدم فقط فلذلك قال فبما أغويتني معناه فبسبب أنك أغويتني وأضللتني ولعنتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم أي لآدم وحواء وذريتهما صراطك المستقيم فأحول بينهم وبينه فيكون نكبة وعقبة وعراقلة في وجه السالكين لصراط الله المستقيم وهنا بيان لأن صراط الله المستقيم هو المنهج السوي الذي بعث الله بالرسل وأنزل به الكتب وهذا الصراط هو صراط معنوي وهو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد سبعون ألفا في النار فالصراط الدنيوي هو هذا المنهج السوي فمن استقام عليه نجا على الصراط الأخروي ومن سقط عنه ذات اليمين أو ذات الشمال وسلك منيات الطريق فإنه سيزرق عن الصراط الأخروي الذي هو مزلة مدحظة يوم القيامة ولذلك فإن إبليس أخبر أنه سيقعد لآدم ذريتها على هذا الصراط فيمنعهم من الاستمرار عليه وحينئذ سيحاول إصباطهم عن الصراط الأخروي بسبب تساقطهم عن الصراط الدنيوي وهذا السقوط ينقسم إلى قسمين سقوط إلى جهة اليمين جهة التشدد والتنطع والمبالغة والتطرف والإفراط وهذا يقع فيه كثير من الناس وجهة الشمال جهة التفريط والنقص والخروج من الالتزام والميوع وعدم التقييد بالتكاليف فكل ذلك خروج عن الصراط السوي وميل عنه والساقطون عن هذا الصراط منهم من يسقط جهة اليمين جهة التشدد والمبالغة ومنهم من يسقط جهة الشمال جهة التساهل والتنازل وكل ذلك سقوط عن الصراط الدنيوي وهو سبب للسقوط عن الصراط الأخروي وإبليس يعرف أن الصراط الله مستقيم فلذلك قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم بينا أنه سيعمل حي له وكيده لإغوائهم بكل ما يستطيع ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل لإبليس علينا سلطانا وأن ينجينا أجمعين من كيده وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة